نعم ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين نعم توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بعد أن تم له ثلاثة وستين سنة عليه الصلاة والسلام والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي يقبض يدفن حيث يقبض وهو عليه الصلاة والسلام عندما مرض استأذن في أن يبقى في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومات في يومها في حجرها وآخر شيء كان ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا في فضيلة الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودفن في حجرة عائشة وقطعا الحجرة كانت خارج المسجد النبوي لأن الذي بنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم حجرات كانت خارج وعندما مات الحجرات كانت خارج المسجد إدخال الحجرات إلى المسجد كان بعد أن مات أكثر الصحابة في آخر عهد الصحابة وأنكر من بقي من الصحابة وأنكر من كان من التابعين منهم سعيد المسجد رحمه الله فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم بعد هذا دفن أبو بكر رضي الله عنه ثم بعد هذا استأذن عمر في أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فأم المؤمنين عائشة آثرته بهذا المكان وهذا فيه أن يصح الإثار في المستحبات إذا كان هناك تقديم وتأخير لأن عمر رضي الله عنه تعرف عائشة رضي الله عنها فضل عمر وبهذا كانت الصحبة في الدنيا وكذلك في القبر وهذا فيه فضل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا الموضع بعد أن دفن عمر رضي الله عنه أغلقت هذه الغرفة لا أحد يرى تربة القبر فهذا الكلام الذي تسمع هذا كذب وافتراء دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد من دون الله ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثن من الأوثان دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد من دون الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران محاط القبر بجدران ثلاثة لا أحد يستطيع أن يرى تربة القبر بيننا وبين القبر أكثر من ثلاثة جدران هذا تسمع كذب دفن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة رضو الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا نعم فاطمة رضي الله عنها عندما سألت رأت الصحابة رجعوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كيف طابت أنفسكم أن تحثوا ثراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم